مرحبا بكم مشاهدين الكرام في النشرة الجوية نقدمها لكم من تلفزيون النهار نستهلها بأحوال التقس المرتقبة لظاهرة اليوم ستكون الأدواء حارة نسبيا بكل المناطق الشمالية للوطن خاصة بالمدن الداخلية نرتقي بسماء مشمسة إلى قليلة السحب بكل السواحل وحتى بالمناطق الداخلية ويبقى التقس مشمس وصافي بمجمل المناطق الجنوبية مع تشكل سحب عابرة تكون أحيانا رعدية بأقصى الصحراء إذا فتني تتطاير بعض الرمال محليا ورياح ضعيفة نسبيا فيما يخص درجات الحرارة القصوى سترتفع نوعا ما حيث ستصل إلى 36 درجة بوهران وحتى بالجزايا العاصمة 38 درجة بعنابا 40 درجة بباتنا و38 درجة بالأغوات في حين سنسجل 36 درجة بالبيض أما بالجنوب سنسجل ببشار 40 درجة وحتى بغردايا والود 41 درجة بورغلا 40 درجة بإي بيزي 35 درجة بثمان راس 44 درجة بأدرار وحتى بعين صالح وتندوف وعن ليلة ثلاثة إلى الأربعاء نتوقع أجواء مستقرة وصافية بكل المناطق الشمالية للوطن وحتى بالمناطق الجنوبية عاد تشكل بعد السحب العابرة بأقصى الصحراء إضافة إلى رياح ضعيفة إلى معتدلة عموما فيما يخص درجات الحرارة الدنيا سنسجل 24 درجة بوهران وحتى عن نابات 23 درجة بالجزايا العاصمة وحتى بباتنا 25 درجة بالأغواط و22 درجة بالبيض أما بالجنوب سنسجل ببشار 27 درجة وحتى تندوف 28 درجة بأدرار 31 درجة بعين صالح 27 درجة بطمنرس 28 درجة بإيليزي وحتى ورغلا 27 درجة بالود و25 درجة بغردايا وعن حالة البحر لنهار اليوم سيكون جميل بالسواحل الغربية وفق رياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية ستتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 25 كم في الساعة وبحر جميل إلى قليل الاتراب بالسواحل الوسطى والشرقية للوطن نتيجة رياح غربية إلى جنوبية غربية ستتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة بهذا مشاهدين نأتي إلى ختم نشرتنا الجوية شكرا على طيب المتابعة والإصغاء في أمان الله نشرة الأحوال الجوية قدمت لكم من طرف أكسنت أغبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر